سيد الوزير الكلمة الآن لسيد وزير الجهيز والنقل واللوجستيك والماء بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على رسول الله شكراً لسيد الرائش سيدات السادة النواب المحترمين بداية هذه بطبيعة حال لحظة سياسية وديمقراطية بامتياز أعتقد أنه رغم ما يمكن أن يلاحظ بعضنا على البعض ولكن في نهاية المطف كل مؤسسة تقوم بما يجب أن تقوم به الحكومة تقوم بما يجب أن تقوم به والبرلمان ثم المجلس الأعلى طبعاً الحال في إطار الاحترام وفي إطار أن يكون هناك نقاش موضوعي وهادي سيد رئيس أنا أكاد أجزين بأنه ما جاء في تقرير المجلس الأعلى الحسابات بالنسبة للقطاع والجهيز والنقل الثلاثة ديال المواضيع كان منسجماً مع ما هو موجود داخل الوزار يعني هناك مجموعة من القضايا نناقشها وكانت لدينا نحن كوزارة ملاحظات عليها وجاء التقرير ليؤكد الكثير منها وليضع على مجموعة من الإجراءات طابع التنويه بها لأنه في حقيقة حقيقة فيها بلدنا شيء الكثير وأول موضوع هو الطرق الصندوق الخاص بالطرق وما أدرك ما الصندوق الخاص بالطرق والسادة النواب بالخصوص يعلمون هذا لكما كان هذا الصندوق الخاص بالطرق وما كان ممكن للوزير الجهيز أن يستقبل السادة النواب بالأحرى أن يستمع إليه لأنه هذا من الذي تأسس سنة 1989 كانت لدينا إشكالات لمرتبطة بالصيانة للطرق وبعد ذلك دخلت عليه واحدة مجموعة للتعديلات حتى يستجيب الإشكالية التي تطرحها السادة النواب باستمرار لا يوجد نائب يزور الوزير إلا ويطرحه طريقا معينة سواء كانت مصنفة أو غير مصنفة وبلغة الأرقاب القانون التصفية في 2014 التي تمت المصدقة على نواب مؤخرة وفي حقيقة يتوج هذه المرحلة لتطويرات والتعديلات التي تدارت في هذا الصندوق لأنها كانت تقديرات المداخل حوالي جوش فاصلة جوش المليار درهم المداخل الفعلية كانت جوش فاصلة تقريبا مليار درهم حوالي 134% والنفقات كانت تقديرات طبيعة جوش فاصلة جوش المليار درهم والنفقات الفعلية حوالي 3 فاصلة صفرة مليار درهم إذن 140% في معنى أن نحن نتجاوز من هذا الشيء الذي كان مقرر وتنقل وهذه مناسبة لكل السادة النواب نرجو في هذه السنة المالية المقبلة أن تتم إعادة النظر في المداخل لأن الطلب طلب على هذا المزال طلب كبير مؤخرا كنا مع سيد رئيس الحكومة في الجهة ديال ابني ملال فيما يخص فقط قطاع ديال الجهيز كانت هناك طلبات تقدر بحوالي سبعات المليار درهم بالنشبال هذا المخطط وهذا دليل على أنه هذا واحد المزال طبعا تحل الذي يجب أن ننظر إليه وأن ننويها بما قامت به بلاد نصر طبعا تحال كل الحكومات المتعاقبة كانت هناك طبعا تحال بعض الملاحظات منها هذه الملاحظة ديال نزع الملكية نزع الملكية كانت إشارة للقضية ديال الاعتمادات ديال صندوق الخاص بالطرق قضية بنسبة إلينا واضحة لأن نحن نتشد نزع الملكية أولا هو معقد ويأخذ سنوات ونتحمله في الميزانية العامة ديال الوزارة لكن مع ذلك رفعنا النسبة دياله إلى حوالي 100 مليون ديال درهم سنة 2017 فيما يتعلق بالصندوق فيما يتعلق كذلك بإشكالية صيانة طرق القروية أريد أن أذكر أن التفاقية المبرامة مع الجماعات الترابية والمتعلقة ببرنامج الطرق القروية تنص بصريح العبارة على أن الجماعات القروية تتكفل بصيانة هذه الطرق بعد إنجازها كما تتاهدوا بتصنيفها ضمن شبكة الطرق الجماعية كما أن صيانة الطرق غير مصنفة أصبحت تدخل ضمن الاختصاصات الداتية لمجالس الجهاد تبقى لمادات الوثمانية من قانون التنظيمي متعلق بالجهاد كما أن صيانة المسارك القروية أصبحت أيضا تدخل ضمن الاختصاصات الداتية لمجالس الجهاد هذا إشكال لأنه الجهات والأقاليم والجماعات طبيعا هذا ستقول لو دلغا ندرنا الصيانة بس تكون عندي الإمكانية لكي ندر هذه الصيانة لكن بالنسبة إلينا نحن هذا أمر يجب أن يقع فيه بطبيعة حال واحد نوع من التوافق حتى تكون هناك الاعتمادة لأنه رصيب الطرقي في بلادنا تجاوز 250 مليار ديال الدرهم وما كيش رصيب طرقي بدون صيانة لأنه أخذر طريق سريع تكلفك الملاير لأن الطريق ديال تزال حسيمة رأي يكون فاديال 4 مليار ديال الدرهم إلا ما كانش صيانة ديالها ستضيع فيها البلاد ستضيع في هذا الاستثمار فهذا من الأمور التي سنكب عليها بطبيعة الحال بتوافق مع الجامع فيما يتعلق بالمحور الثاني التي يتعلق بالتصنيف جل الملاحظة التي وردت في التقرير لا تخرجوا عن أحدهم فهومين يتم متدورهما باستمرار على مستوى وزارة جيزة النقل اللوجيستيكو الماء ويناقشوا مع المهنيين خاصة الجامعة الوطنية البناء والشغال العمومية هما المفهومين ديال توحيد لينيفيكاسيون والتعميم لجنغاليزيون ديال النظام ديال تكييف وتصنيف المقاولات العمومية وهذا بطبيعة الحال يعني للإنصاف يعني من 1994 وبلدنا تتشتغل عليه تم تصنيف أكثر من 11 ألف مقاولة طبيعة الحال فيه نقاش باستمرار هذا النقاش هذا ونحن الآن بسدد لأن هذه الإشكالية التي تحيد التعميم هي لا ترتبط فقط بوزارة الجهيز لأنها تهم قطاعات وزارية أخرى ونحن الآن في إطار لعقد البرنامج التي توقع مع الجميع من 2018 سننفعل إجراء خاص بهذا التوحيد هذا النظام وسنتكون هناك دراسة لتقييم الأنظمة الحالية بمقارنة مع الأنظمة المسابعة للصفاء الدولي ونريد أن تكون الرئاسة الحكومة هي المشؤولة عنه حتى نضمان هذه القضية التميم له التوحيد وإلا دعوني أقول أن الذي تم في هذا المجال ديالتصنيف ديال المقاولات شيء كبير جدا يتعلق خاصة بتبسيط المساطير ولا مادية المساطير ولكن ما زال لدينا ملاحظات باستمرار مشهر من المقاولات نحتمل السادة النواب والسادة المستشارين لكن المعول عليه في السنوات المقبلة فعلا أنه رئاسة الحكومة تحمل هذا الملف حتى نضمان أن الجل أن كل مؤسسات الحقيقة العمومية كل القطاعات التي هي صاحبة الصفقات أن تعتمد نظاما موحدا وهذا طبيعية حل غير يختصر على المقاولات وعلى الشركات كثيرا من الجهد وكثيرا من الإمكانيات المادية فيما يتعلق بالمجال السيكاكي خالصة قرية المجلس على حسبات إلى مجموعة من التوصيات تهديف إلى تحسين تدبير ونجاعة أداء المكتب هذه التوصيات تمت مناقشة وخير المجلس إداري اللي نعقدناه في 14 يوليو 2017 وسيعمل المكتب على إدماج هذه التوصيات في خارطة طريق مقبلة وتفعيلها بوضع خطة عمل وتعيين لجنة خاصة تقوم بتتبع هذه التوصيات وأسند إلى لجنة التفقيق والحكامة مسؤولية لحسادي الأشغال قبر عرضها على المجلس الإداري وهي كلها أمور تصويلية وإجرائية فأحاول أختصرها تكلموا على التدبير المعلومات لعملية صيانة البنية التحتية سدن وقص معرفة 2011 كان المكتب من أوائل مستغل لشبكات الشكك الحديدية المستوى الدولي الذين يتفرون على نظام تخطيط أشغال صيانة الشكك المسلمة بليليسيس ثم سنة 2014 قام المكتب بعصرانة أنظمات قياس ومراقبة حالة الشكك والشبكة الكهربائية بهدف ترشيد برمجات الأشغال وضمان الجاهزية والسلامة فيما يتعلق صيانة المعدات المتحرك المكتب قام بإقصناء مجموعة جادية مدام القاطرات والمقطورات في إطار تحسين مؤشر الجاهزية العربات وخفض معدل عمر الحضيرة لكن الأهم هو أنه بالموازات مع هذا عمل المكتب وهذا يجب أن يشكر عليه لأنه ما يسمى ما فتأت تتطور بشكل مضطر لأن بعتباره هو صاحب صفقات وهي صفقات تقدر بالملاير لا يعقل أنه لا تكون نسبة من هذه الصفقات تعود على البلاد في مجال الصناعة فيما يتعلق بتدبير المشاريع الاستثمارية راكم المكتب وتجربة مهمة في مجال تدبير المشاريع والتعامل مع الإشكالات التي تواجه إنزاج المشاريع الكبرى خاصة فيما يتعلق بضبط آزال الدراسات ومصات المزال التي تشكل يجب أنها تريف بذلك المصدر الرئيسي الذي يولد تأخيرا في المشاريع الكبرى ولا أدل على ذلك من المشروع الخط الفائق السرعة استعرفوا السادة النواب أن 95% الهندسة المنانية والجيني سيبين قاموا به 95% قاموا به شركات مغربية وطبع حال هذا المشروع هذا يدبره المكتب الوطني رغم تعقيداته خاصة فيما يتعلق بالنزعة الملكية وبتأمين الفضاءات ديال هذا المشروع ديال الداخم فيما يتعلق بتثمين فضاءات المحطات حقق المكتب نتائج مشجعات في أول تجربة فيما جاء تثمين فضاءات المحطات رغم الإكرهات والمداخل اللي كانت عندنا قبل 2008 ما كانت تتزاوز 27 مليون ديال الدرهم الآن تتزاوز 380 مليون ديال الدرهم والمكتب أخذ بعين الاعتبار توصيات والملاحظة المجلس على الحسابات في إنجاز محطة وجدة والمحطة الجديدة للخط الفائق السرعة أخيرا فيما يتعلق بتدبير المعدات المتلاشية بشتعرفوا بأن قام المكتب الآن بوضع مصطرة جديدة تؤثر عملية التخلي عن المعدات المتلاشية تعتمد أساسا على اللجوء إلى طلب المنافسة كما تسمحوا بالاستجابة لبعض طلبات الخاصة لإقتناء المتلاشيات من طرف الخواص بناء على الأتمين المحددة في الصفقات الماضية شكرا سيد الرئيس الشلام عليكم ورحمة الله شكرا شكرا سيد الوزير